أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله أما بعد أيها الأحبة في الله فهذا هو مجلسنا السادس والأربعون من مجالس الآداب الشرعية ولازلنا معكم نتحدث سويا عن آداب النوم في الإسلام وكنا قد رأينا الأدب الأول وهو أن لا ينام المسلم إلا على وطر أي أن يصلي الوطر ثم ينام ثم تطرقنا إلى الأدب الثاني وتضمن مظاهر ثلاثا أو مظاهر ثلاثة كان الأدب الثاني هو الأخذ بأسباب السلامة ومظاهر ذلك أن لا ينام المسلم إلا بعد أن يأتي بآداب مهمات تحفظ له سلامته من ذلك إدفاء المصباح وذكر الله على ذلك وإغلاق الباب وذكر الله على ذلك وتغطية الآنية وذكر الله عليها ومن مظاهر السلامة أيضا أن لا ينام على سطح بيت وليس عليه حجار أي ليس ثمة صور وإلا برئت منه الذمة ومن مظاهر ذلك أيضا أن لا ينام وفي يده غمر أي زهومة وهو الدسم الذي يبقى من الأكل بل عليه أن يرسله ثم ينام حتى لا يصاب بأذى الهوام ونحو ذلك اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الأدب الثالث وهو الحرص على الطهارة وقراءة القرآن الكريم الحرص على الطهارة وقراءة القرآن الكريم أما الطهارة فإنها تتعلق بطهارة الظاهر كالاغتسال والوضوء وما سنبينه وأما قراءة القرآن فهي طهارة الباطن فيجمع المسلم بين الطهارتين لعل تكون هذه الليلة أو لعل هذه الليلة تكون آخر ليليه كما سبق بيانه أن النوم أخ الموت فينام طاهرا ويلقى ربه طاهرا والطهارة ورد في الحس عليها قبل النوم أن لا ينام المسلم إلا متطهرة وردت فيها أحاديث من ذلك ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك المضجع مكان النوم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل طبعا أتى بالذكر والدعاء الذي سنت عليه إن شاء الله في الأدب الذي بعد ذلك إذا الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءك للصلاة وروا الإمام أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا يبيت على ذكر طاهرا فيتعر من الليل يتعر أي استيقظ فيتعر من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه إذا نمت أيها المسلم على ذكر الله كما سيأتي بيانه وطاهرا أي متوضئا إن كنت محدثا حدثا أصغر أو مغتسلا إن كنت محدثا حدثا أكبر فيتعر من الليل يستيقظ ويسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تعالى إياه إذن فهذان الحديثان يدلان على استحباب النوم على طهارة ولكن تتأكد الطهارة يعني ينصح بها المسلم أكثر من غيره متى إذا كان على جنابة فإن الجنابة ترفع الطهارة الصغرى فيتعين عليه بعد ذلك الإغتسال طبعا يمكنه أن يغتسل المهم أن يستيقظ قبل الفجر ويغتسل لكن الأولى أن لا ينام إلا على طهارة أن لا ينام إلا على طهارة لما رواه الإمام أبو داود عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضى والجنب إلا أن يتوضى إذن تتأكد الطهارة متى؟ الوضوء يتأكد إذا كان المسلم على جنبه طبعا هو لا بد أن يغتسل حتى يصلي الفجر لكن الأفضل أن لا ينام على جنبه أن يغتسل فإن عجز عن الاغتسال فليتوضى فلماذا؟ لأن الملائكة لا تقرب الجنب الذي ينام وهو على جنبه إلا أن يغتسل أو يتوضى وهذا الوضوء يخفف الحدث وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يفيد الحصر فإن ثمة آخرين لا تقربهم الملائكة والمسلم عليه أن يحرص على أن لا يبعد الملائكة عنه لأن الله عز وجل جعلهم حفظة المقصود هنا بالملائكة الحفظة للكتبة الكتبة لذان يكتبان السيئات والحسنات فالملائكة تلك لا تبرح المسلم ولا تغادره مهما كان لكن الحفظة الذين ورد فيهم قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني رب سبحانه وتعالى جعل ملائكة تحفظنا تحفظنا من أذى الجن تحفظنا من كثير من الأشياء لكن هؤلاء الملائكة لكي تبقى مصاحبة للعبد فعليه أن لا ينفرها وأن لا يطردها بماذا؟ إذا تحلى بأخلاق مشينة وصفات قبيحة من ذلك ما ذكره هذا الحديث ثلاثة لا تقربه الملائكة جيفة الكافر هذا كافر لا لا كرامة له والمتضمخ بالخلوق الذي يتضمخ أي يمس بدنه أو ثوبه بخلوق وهو طيب النساء الطيب الخاص بالنساء وقال والجنوب لا تقربه الملائكة إلا أن يخفف هذا الحدث إما أن يزيله طبعا بالاغتسال أو يخففه يخففه بماذا؟ بالوضوء قلت هناك آخرون لا تقرب الملائكة فالمسلم لابد يعرفه حتى يجتنب موانع صحبة الملائكة من ذلك إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس كمفسون أبي داون هو الجرس ليس المقصود أي جرس للسيارة أو بعض الأبواب رنة هاتف لا الجرس المخاص الذي يشبه جرس الكنائس ولا تصحب أو الذي يعلق على الشياة الذي يعلق على الكبش والنعجاوة الرأي يعلق واحد تعرفة هذا لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ممن لا تقربه الملائكة أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة كلب أو صورة بعد يقول لكم كلب الحراسة والزرع وما دخل كلب الحراسة والزرع في البيت الكلب كلب الحراسة أو الزرع يبقى خارج البيت يعني في الحوش في الدار هناك الدار بعدين يأتي البيت إذن هو يبقى خارج لكن لا يدخل البيت فمن رخص له باقتناء كلب للحراسة أو للزرعي هذا لا يسوّغ له ولا يجيز له أن يدخله للبيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وقد أشار المولى سبحانه وتعالى في الغرآن إلى هذه الحقيقة فلما ذكر أصحاب الكهف فقال ونقلبهم طبعا يرسل الملائكة تقلبهم كما تقلب الأم ولدها حتى لا يتآكل جسده لا تأكله الأرض لأن هؤلاء ضرب الله على أهذانهم في الكهف سنين عددا ثلثمية وتسعى سنين فلو بقوا ليلة واحدة على حال واحدة لأكلت الأرض أجسادهم فكان لزاما أن يرسل الله تعالى ملائكة تقلبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لكن المشكل قد يقول قائل ألم تقل إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب جواب لا لكن انظر كما تتمت الآية ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد والوسيد هو الباب كان الكلب أمام الباب لم يدخل معهم قلب الكهف حتى تبقى الملائكة متمكنة من الدخول لتقلبهم أو صورة صورة أي صورة ذي الروح صورة ذات دوات الأرواح كصورة إنسان أو حيوان فلا ينبغي تركها ظاهرة بارزة على الطاولة ولم ينلقى في الحيد فإن الملائكة لا تقرب البيت الذي فيه كلب أو صورة وإذا غابت الملائكة حضرت الشياطين فتؤذي بني آدم بما هو معلوم عنهم لذلك المسلم عليه أن يحرص على أن لا ينفر الملائكة عنه فإذا كان على جنابة فيغتسل هذا هو الأصل فإن عجزة قد يصاب بالكسل بعد معاشرته أهله فعندئذ يخفف الوضوء يخفف هذه الجنابة بماذا؟ بالوضوء وهذا الوضوء طبعا حتى عائشة رضي الله تعالى في سنة النساء قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أجنب فأراد أن ينام توضع وإذا أراد أن يأكل غسل يديه الجنب إذا أراد أن ينام يتوضع وإذا أراد أن يأكل حتى هو جنب ولو في النهر أراد أن يأكل من السنة يغسل يديه فهنا هذا الوضوء جاء لتخفيف الحادث لا لرفعه وإلا ما زال مسلم يطالب بالغسل فتخفيف الحادث ولذلك ألغز الفقهاء قديما دالوا لغس فقهي فقالوا ما هو الوضوء الصحيح الذي لا يبيح الصلاة وضوء صحيح لكن ما يجوز لك تصلي به ما هو؟ فيكون الجواب هو وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام وضوءه صحيح ولكنه لا يبيح له الصلاة فهذا أدب رافع قد يقول قائل فإن عجز عن الوضوء سبحان الله أو بالغ بك العجز إلى هذه الدرجة نعم قد يبلغ العجز بالناس إلى أن يعجز أن يستيقظ أن يقوم حتى لكي يتوضع فإن عجز عن الغسل توضع إن عجز عن الوضوء خفف الحدث بالتيمم وجاء في ذلك حديث رواه البيهقي في السنن الكبرى انظروا رحمة الشريعة في السنن الكبرى عن عائشة رضي الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب إذا كان على جنبه فأراد أن ينام توضع أو تيمم المهم أني طاهر ولو جزئيا فأخفف الحدث ما أمكن لأنام على طهارة فإن الملائكة تبقى مصاحبة له وإذا كانت الملائكة مصاحبة له طردت الشياطين فينام المسلم فينعم المسلم بنوم طيب لكن هل تكفي الطهارة بل لا بد أن يصحب طهارة الظاهر طهارة الباطن وذلك بقراءة القرآن وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى بعد قليل فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة أما بعد أيها الأحبة في الله فنواصل الحديث عن الأدب الثالث من آداب النوم في الإسلام قلنا الأدب الثالث هو الطهارة وقراءة القرآن فبينا النصوص الواردة في الطهارة والتي تفيد أنه يستحب للمسلم إذا أراد أن ينام أن يتوضع وإن كان على جناب أن يغتسل فإن عجز عن الاغتسال فليتوضع وهو وضوء لا يبيح الصلاة إنما هو وضوء صحيح لكن لا يبيح الصلاة فإن عجز فليتيمم ويجمع إلى طهارة الظاهر يجمع لها طهارة الباطن أيضا وذلك بقراءة شيء من القرآن والقرآن الكريم لا يشك لا يشك مسلم أنه هو الحرز المتين والحصن الحصين من كل شيطان رجيم إنه شفاء الأبدان والقلوب وأعظم ما يتقرب به إلى الله علام الغيوب يقول عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ولاحظوا جعلنا بينك أيها المسلم وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة من الجن والإنس حجابا مستورا الله هو حصن حصين فما بال أيدي الكفار تصل إلينا ما بال أيدي الشياطين ومسهم وصرعهم ووساوسهم تصلوا إلينا لا شك أننا فرطنا في غراءة شيء من القرآن وانظروا كيف وصف حجابا مستورا والقضية تفرض هنا أن نبحث في معنى اللفظ حجابا المفروض يكون ساتر الحجاب ساتر لا مستور لكن هذا ما يسمى بإثناد الفعل طبعا في علم البلاغة والمجاز المجاز العقلي هو إثناد الفعل إلى غير فاعله المفروض حجاب ساتر فإذا به يقول مستور قال العلماء النكتة في ذلك أنه لفرط وقوة هذا الحجاب لما تشوف قوي جدا حتى تقول هو مستور هو بحد ذاته حجاب ومستور بحجاب آخر مستور بحجاب آخر وهذا التعبير كثير نجده في القرآن كوصفه للعيشة في الجنة عيشة راضية المفروض العيشة تكون مرضية لا راضية لكن نسب الرضا إلى العيشة حتى العيشة نفسها صارت راضية التي نجدها في القرآن الكريم فهنا يقول مولانا عز وجل جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وقد سبق بيان في الحلقة السابقة أن الشياطين تنتشر في الظلام تنتشر في الليل في جنح الليل فذاك دأبها وعادتها كما قال عز وجل أمرنا أن نتعوذ أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر الليل إذا دخل لماذا؟ لأنه يحمل في طياته وفي أجنيحاته شياطين الجن التي تريد أن تؤذي بني آدم والشيطان يأتي إلى ابن آدم وقت نومه فيزعجه أو يؤذيه أو غير ذلك فناسب أن يقرأ المسلم القرآن شيئا من القرآن قبل نومه من ذلك قراءة آية الكرسي ويدل على فضل قراءتها عند النوم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة كنا قد ذكرنا هذا الحديث فيما سبق أنه قال رضي الله عنه وكلني رسول الله أي كلفني وكلني رسول الله عليه الصلاة والسلام بحفظ زكاة رمضان أي صدقة الفطر قال فأتا آت فإذا به يفاجأ برجل في دار في دار في المخزن الذي تحفظ فيه الأطعمة فإذا آت أتا آت يحتو الطعام دا يرفت في الطعام فأمسكت به فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فما زال به حتى سرحه وأطلقه فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال عليه الصلاة والسلام سيعود صاحبك وفعلا قال جاء في الليلة التالية التي بعدها فإذا به يحثو الطعام فأمسكت به فقلت له لأرفع عنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فما زال به حتى أطلقته فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال سيعود صاحبك قال فعاد فأمسكته الثالثة فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى الرجل أن أبا هريرة قد عزم هذه المرة على أن يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أفلا أدلك على شيء إذا فعلته إذا أويت إذا أويت إلى فراشك لم يقربك شيطان حتى تصبح ولن يزال عليك من الله حافظ أبا هريرة قال بلى قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان أعلم خلق بما يضره هو الشيطان أعلم مخلوق بما يضره هو الشيطان فقرأ آية الكرسي وإنما تأخذ منك دقيقة واحدة وتنام نومة هنية هذه ذكر الأول الذي تأتي أو القرآن الأول الذي تقرأه آية الكرسي كل ليلة والذكر الثاني من القرآن الذي تأتي به هو قراءة صورة الإخلاص والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هذه الصور الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لما رواه لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه من هذا؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه يمسك هكذا كفيه فنفث فيهما النفث هو أقل قليل من البصار تدفل النفث مثل النفس يخرج النفس لماذا لأن النفس هذا إذا اختلط مع القرآن الكريم انتفع به الجسد كما أن السحرة والمشعوذين ينفثون ومن شر النفاثات في العقد فهو ينفثون لكن لا بالقرآن وإنما بالطلاصم ووحي الشيطان فهو ينفث يجمع كفيه وينفث ثلاث مرة ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس انتهى لا قال ثم يمسح بهما بيديه يعني ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما هذا حديثها يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده وما أقبل أي لا ما أدبر ما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات هكذا تقول أم المؤمنين رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق فيمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات قل هو الله أحد التي جمعت التوحيد العلمي النظري وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس التي يستعاوذ بها من شر كل مخلوق تأتي بعد ذلك صورة رابع أخرى وهي صورة قل يا أيها الكافرون لما رواه أبو داود عن فروة بن نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا فروة اقرأ قل يا أيها الكافرون كل ليلة تنام على خاتمتها تكون لك براءة من الشرك اقرأ قل يا أيها الكافرون التي تضمنت التوحيد العملي تقول والله أحد تضمنت التوحيد العلمي قل يا الكافرون تضمنت البراء من المشركين والكافرين اقرأ قل يا أيها الكافرون كل ليلة تنام على خاتمتها تكتب لك براءة من الشرك أي من الشرك العملي حتى لا يقع المسلم في موالاة الكافرين وهذا أضحى داءا مشهورا بين المؤمنين ضعف فيهم الولاء والبراء فضعف فيهم الولاء للمؤمنين وقاوية فيهم الولاء لغيرهم فصار أكبر الأمراض المنتشرة اليوم هو حبهم حب الكافرين وتعظيمهم وحب الاقتداء بهم فمن أراد أن يعصمه الله تعالى من ذلك فليقرأ وليحرص أن يقرأ أقول يا أيها الكافرون قبل أن ينم ومن الصور التي يقرأوا إذن رأينا آية الكرسي صورة الإخلاص قل يا أيها الناس قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ عفوا قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق ثم قل يا أيها الكافرون بقيت صورتان يقرأهما المسلم وهي صورة الملك وصورة السجدة تقرأهما من مصحف أو غير ذلك لما رواه التلمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة لا ينام حتى يقرأ ألف لاميم تنزيل صورة السجدة يعني وتبارك الذي بيده الملك أي صورة الملك كان لا ينام حتى يقرأ صورة السجدة وصورة الملك وكلنا يعلم إن شاء الله أن قراءة صورة الملك لها فضل عظيم كل ليلة طبعا هو الأحسن أن يحفظها المسلم فإذا حفظها فإنه يكتب له أضعاف أضعاف من أجر من يقرأها فإذا قرأها المسلم كل ليلة فكانت له أمانا ونجاة من عذاب القبر حتى سماها الصحابة المانعة وسموها المنجية لما رواه ترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صورة في القرآن ثلاثون آية ما زالت برجل حتى غفر الله له أي حتى شفعها الله تعالى فيه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وفي مستدرك الحاكم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء وصف هذا المشهد المهول وقت أن يراد أن يعذب الإنسان في القبر فيؤتى بالعذاب من قبل رأسه فتأتي صورة الملك من قبل رأسه فتدفع عنه العذاب ثم يؤتى من قبل رجليه فتأتي الصورة من قبل رجليه ثم يؤتى من عن يمينه أو عن شماله فتأتي الصورة تدفع عنه لذلك سموها المانع أو المنجية فهي تشفع لصاحبها حتى ينجيه الله تعالى من عذاب القبر فهذا شيء من القرآن يقرأه المسلم كل ليلة حتى ينعم بنوم طيب هني ويوفقه الله تعالى لأن يستيقظ نشيطا ويستيقظ رصالاته على خير حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما أوصان به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله قد فيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى حسن